السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب ووضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاق عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف. آآ وتم علان الفازين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير. التقديم والقبول فيها حصرية عن طريق قناتنا. طبعا بالاضافة وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك احاية جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب انوي كمان جماعة رابط جروباتنا على الاتساب وجروبنا على فيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاقي موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في المانيا. تمام? الدولة اللي هيكون فيها المنحة ان شاء الله هي المانيا. طيب مين الجهة المنحة او مين المؤسسة اللي بتقدم هيزيه المنحة? المؤسسة دي اسمها اس بي دابليو بيرلين اس كلاشي. تمام? فدي اسم المنحة وسب authentication ده اسم المؤسسة اللي هي بتقدم هيزيه المنحة. طيب مين الدول المتاحة للتقديم في هذين منحة جميع الدول متاحة للتقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية تقدر تقدم من الفرصة دي بدون وجود اي مشكلة. طيب عندنا بالنسبة ليه المرحلة الدراسية. المنحة دي متاحة لأي مرحلة دراسية المنحة دي متاحة للناس اللي عايز تدرس البكالوريوس او الماجستية. يعني لو حضرتك في اخر سنة من السنوية العامة او البكالورية. وعايز تدرس درجة البكالوريوس تقدر تقدم. لو انت خلصت السنوية العامة وعايز تدرس درجة البكالوريوس تقدر تقدم عليها. لو انت مخلص بكالوريوس او في اخر سنة من درجة البكالوريوس وعايز تدرس درجة الماجستير تقدر تقدم. انما دراسة الدكتوراه غير متاحة. طيب في شخص مثلا اه خلص درجة البكالوريوس وعايز يدرس بكالوريوس مرة اخرى. او خلص درجة الماجستير وعايز يدرس درجة الماجستير مرة اخرى. متاح. ما فيش مشكلة خالص. انما درجة الدكتوراه غير متاحة في هذه المنحة. طيب بالنسبة للتمويل في هذه المنحة صراحة تمويلها كويس جدا. اول حاجة المنحة دي هتعطيك راتب شهري خمسمائة يورو. تمام? عشان توفر منها وجبات الطعام واي احتاجات شخصية فراتب كويس جدا وراتب كبير يغطي لك كل احتاجاتك الشخصية. مع الراتب ده انت هتاخد سكن جامعي مجانا. هتاخد سكن في الجامعة. انت مش هتدفع تكاليف خالص هيكون السكن ممتاز ومش هيكون عليه اي رسوم. يعني هيكون ليك مرتب اضافة سكن كمان بجانب المرتب. كمان هيكون فيه رسوم الدراسة كاملة بالمجان. انت مش هتدفع اي رسوم دراسية ابدا. كل تكاليف الدراسة هتكون على حساب المنحة. كمان هيتم توفير تذكر الطيران من بلدك الى المانيا زهاب وعودة. يعني لما تبدأ الدراسة اه ازا يعني ازا تم قبول الشخص تذكر الطيران هتكون على حساب المنحة زهاب ولما برضو يخلص الدراسة وحاب يرجع برضو هتكون على حساب المنحة للرجوع للوطن. تمام كده? فهتكون تذكر الطيران على حساب المنحة. اضافة هيكون فيه كورس لغة المانية او انجليزية قبل الدراسة. يعني انت مش محتاج اي شهادة لغة المانية او انجليزية تكون معاك او اي مستوى. لو انت مش معاك مستوى في اللغة الانجليزية او في اللغة الالمانية هيكون فيه كورس تحضيري قبل الدراسة هتحضر وهنتكلم عن الجزئة دي بعد شوية كده باستفادة اكتر تمام كده فبالتالي انت مش مطلوب منك يعني يكون معاك اللغة الالمانية او اللغة الانجليزية عند التقديم طيب بالنسبة لشروط التقديم للمنحة ايه هي الشروط المفروضة على المتقدمين للمنحة اول حاجة يجب ان يكون مجموعك لا يقل عن تمانين في المية في اخر مرحلة دراسية يعني مسلا فليكن انت اخر سنة دراسية اه مسلا السنوية العامة انت جبت فيها تمانين في المية او البكالوريا جبت فيها تمانين في المية البكالوريوس جبت فيها تمانين في المية فيما اعلى تقدر تقدم انما جبت مثلا خمسة وسبعين في المية اه جبت سبعين في المية ما تقدرش تقدم في هزي المنحة تمام هي متاحة فقط تمانين في المية فيما اعلى يجب ان يكون كمان سن المتقدم لا يتعدى سلاسين عاما يعني ما ينفعش سنك يكون اكتر من تلاتين سنة سنك ما يتخطاش التلاتين سنة لازم يكون تحت التلاتين سنة او بحد اقصى تلاتين سنة دي من شروط التقديم للمنحة طيب ايه هي الاوراق المطلوبة عشان انت حضرتك تقدم في هزي المنحة بالنسبة للاوراق المطلوبة في هزي المنحة عندنا ابليكيشن المنحة لازم يتملق بشكل كويس ويتكتب فيه جميع البيانات المطلوبة تمام وهنشوف الابليكيشن ده بعد شوية لازم يتعامل خطاب نية ويتعامل بطريقة احترافية وبشكل كويس تاني تالت حاجة شهادة اخر مؤهل دراسة حصلت عليه ويمكنك التقديم اذا كنت في اخر سنة من دراستك الحالية يعني لو معاك شهادة السنوية العامة تقدر تقدمها في اخر سنة من السنوية العامة تقدر تقدم شهادة السنة التانية اللي قبلها شهادة البكالوريوس لو انت عايز تقدم لدرجة الماجستير لازم يكون معاك شهادة البكالوريوس تمام كده او برضو لو انت في اخر سنة تقدر تقدم السنة اللي قبلة اللي هي السنة التالتة. طيب ده بالنسبة لشهادة اخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه. دي بس الاوراق المطلوبة الاوراق المبدئية المطلوبة للتقديم في المنحة. طيب كيفية التقديم في المنحة وركز معايا بقى في الجزئية دي. بالنسبة للتقديم في المنحة اولا يجب ملء للمنحة. تمام? اللي احنا هنشوفه بعد شوية. اول حاجة لازم تملاق. وارسال كافة الاوراق المطلوبة اللي هي الاوراق دي. اللي هي خطاب النية واخر مؤهل دراسي. مع الابليكيشن لهذا الايميل. يبقى انت كل اللي عليك انك هتملأ الابليكيشن وتجاهز الاوراق دي وتروح بعيدها لهذا الايميل عشان كده انت تكون قدمت للمنحة بنجاح. طيب دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية ايه? الخطوة التانية ان المنحة سوف تراجع اوراقك وبياناتك. بعد لما انت تجاهز البيانات دي وتبعتها على هذا الايميل المنحة هتبدأ تراجع بيانات المتقدمين. تمام? وبعدها هيتم اصدار قائمة بالناس اللي اتقابلت في المنحة. طيب دي تانية خطوة. تالت خطوة ازا تم قبولك في المنحة يجب ان توفر قبول من احد الجامعات. وعند الحصول على قبول من احد الجامعات سوف تتواصل المنحة مع الجامعة وتخبرهم انها سوف تمول دراستك كاملة في الجامعة. يعني ايه الكلام ده? يعني دلوقتي المؤسسة دي اللي اسمها اس بي دي 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 مش جامعة يا جماعة. تمام? دي مؤسسة هي بتساعد في تمويل الدراسة. تمام? يعني بتساعد للطلاب انها تمول لهم دراستهم. فاي جامعة هم عايزينها. تمام? فحضرتك لو تقابلت في المنحة لازم انك تروح تقدم في جامعة من الجامعات الموجودة في المانيا وهقولكو دلوقتي ايه الجامعات اللي انت لازم اه تروح تقدم فيها? لازم تروح تقدم في احد الجامعات وتحصل منها على كبول. تمام? طيب. اه انت هتروح تقدم عادي بكل سهولة كأنك بتقدم على حسابك الشخصي. بعد لما الجامعة تقبلك. تمام? يعني انت هتقدم من الجامعة بشكل منفصل بعيد عن المنحة. بعد لما الجامعة تقبلك وانت هتكون تقابلت في المنحة. هتبلغ الجامعة هتبعث للجامعة اللي هو اللي هو خطاب القبول اللي انت خدته. هتبعث للمنحة خطاب القبول اللي انت خدته من الجامعة. تمام كده? والمنحة هتتواصل مع الجامعة اللي انت اخترتها واللي انت اتقابلت فيها وهتبلغهم ان المنحة هتوفر التمويل كاملا ليك للدراسة في هذه الجامعة تمام كده يبقى انت هتتقبل من الجامعة هتروح واخد خطاب القبول وبعته للمنحة بعد لما تكون اتقابلت فيها وبكده المنحة تتواصل مع الجامعة وتخبرهم ان انت تكاليف دراستك كلها هتكون على حساب اس بي دابليو اللي هي مؤسسة اس بي دابليو سكولرشيب تمام كده فدي الخطوة الثالثة يبقى كده في من الخطوات يبقى اول حاجة حضرتك انت مفروض تقدم للمنحة طيب واحد يقول لي هل ممكن اقدم للجمعة مع المنحة في نفس الوقت ممكن عادي ممكن انت تمشي بالتوازي في الخطوتين يعني انت عشان متأخر się نفسك ممكن تروح تقدم في الجمعة وتروح تقدم في المنحة ولكن انت الافضل عشان متجهدش نفسك انك تروح تقدم في المنحة الاول إذا تقابلت في المنحة هيكون القبول من الجامعة بعد كده سهل تقدر تدور على اي جامعة انت عايزها وتملى بتاعها وتقدم لها وتنتظر القبول تمام كده طيب بالنسبة للتخصصات والجامعات المتاحة ايه هي التخصصات والجامعات المتاحة عندها بيقول لك متاح لك اختيار اي جامعة موجودة في مدينة بيرلين او بوستدام يعني ايه يعني انت لازم لو انت عايز تدرس على حساب منحة اس بي دابليو بيرلين يبقى انت لازم تختار جامعة موجودة في مدينة بيرلين او بوستدام فقط يعني ما ينفعش تختار اي جامعة في المانيا في مدينة تانية فلنفترض مسلا انك رحت اخترت جامعة في مدينة ميونخ ما ينفعش لازم تروح تختار جامعة في مدينة بيرلين او بوستدام تمام اي جامعة فيهم متاح انك تقدم ليها عادي وتختار التخصص اللي انت عايزه انت اختارت جامعة في بيرلين تقدر تختار التخصص اللي انت عايز تدرسه سواء اه تخصص طب هندسة صيدلة حوق كل التخصصات متاحة دور على التخصص اللي انت حبه وتروح تقدم له في الجامعة اللي موجودة في مدينة برلين او مدينة بوست دا فقط تمام كده يبقى ده بالنسبة للجامعات والتخصصات المتاحة طيب هنا عندنا ملاحظة هذه المنحة لا تحتاج شارية لغة انجليزية او المانية عند التقديم حيث ممكن ان تاخذ كرس لغة تحضيرية في الجامعة يعني حضرتك المنحة ما بتفتريدش عليك ان يكون معاك شارية لغة وكمان الجامعة ما بتفتريدش عليك فانت ممكن وانت بتقدم للجامعة تروح يعني تختار كرس تحضيري للغة الالمانية في الجامعة يعني انت تختار انك قبل ما تدرس الدراسة العادية في الجامعة انك عايز تدرس سنة لغة الاول او عايز تدرس كرس لغة في الاول والمنحة هتساعدك في ده المنحة كمان هتمقول لك الكرس التحضيري او السنة التحضيرية اللي انت هتاخدها قبل الدراسة وبكده انت يبقى تعفيت من شرط اللغة وكمان اخدت كورس لغة قبل بداية الدراسة ودي تعتبر الميزة القوية كمان في هزي المنح تمام كده طيب بالنسبة اخر موعد للتقديم في هزي الفرصة عندنا اخر موعد هو 31 ديسمبر 2020 لسه معاك وقت تقدر ترتب نفسك تجاهز او ورائك تشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها وايه الحاجات اللي لسه مش متوفرة معاك وتوفرة تمام كده طيب هنا عندنا ملاحظة طبعا ما تنسوش ان قناتنا القناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات كتيرة جدا زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة يعني اللي اعايز تقدم من خلالنا على هزي المنحة اي ان شاء الله بنساعدك في التقديم للمنحة بشكل احترافي نوفر لك الأشياء المطلوبة فيها في خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراق ودي خدمة احنا بنقدمها عشان تستخدم الاوراق بشكل عام بنجهز أوراق بشكل عام تستخدمها في التقديم لأي منحة وانت تقدم لأي منحة انت عايزها بنفسك بهذه الأوراق الخدمة الثالثة خدمة التقديم لأفضل وارخص الجماعات لحسابك الشخصي ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي استمرت كل خدمة موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو طيب بالنسبة طبعا دلوقتي هنتكلم على المنحة والموقع الرسمي تعال نشوف دلوقتي الموقع الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل اللي أنا قلتها دي هتضغط على كلمة الموقع الرسمي للمنحة فهيفتح معنا بهذا الشكل هزهر لك كل التفاصيل الخاصة بالمنحة وهتلاقي فيه ملفات إضافية فيها بعض البيانات أكتر عن المنحة وعن الراتب وكل الأشياء اللي بتوفرها تمام كده ده الموقع الرسمي للمنحة كل التفاصيل هتلاقيها موجودة هنا تقدر تشوف تمام تقدر تشوف اللي هو فيه معلومات أكتر عن المنحة تقدر تشوفه وده الموقع الرسمي للمنحة اللي هو SPW برلين تمام وهنا بيديك نبزة عن يعني المؤسسة وده الموقع الرسمي ليو تعال دلوقتي نروح لأبليكيشن التقديم هتيجي تضغط على كلمة قدمة الآن دي عشان يفتح معاك أبليكيشن التقديم أبليكيشن التقديم هو عبارة عن ملف بي دي اف تمام يعني مش أبليكيشن أونلاين ولا حاجة هو ملف بي دي اف تقدر تملاه تحوله لورد وتملاه عن طريق الكمبيوتر تمام كده طيب أول حاجة في الملف مطلوب منك تحط بيناتك لشخصية تكتب اسمك اسم العائلة الدولة اللي انت مقيم فيها تمام جنسيتك تحط معلومات التواصل رقم تليفونك الإيميل بتاعك لو عندك لينك على الفيسبوك أو اليوتيوب تمام تقدر تحط لينكات دي هنا مطلوب منك تحط الصورة شخصية لك هنا دي معلومات عن العائلة عن الأم والأب والإخوة تحط تكتب يعني اسم الأم اسم الأب المدخول الشهري الكلام ده كله تمام كده هنا معلومات عن الدراسة يعني الحديثة بتاعتك خلصت إيه المدرسة والجامعة تمام فتحط بيانات كل واحدة تكتب بيانات المدرسة تكتب بيانات الجامعة هنا تمام لو انت بقى طبعا مقدم على درجة الماجستير يبقى لازم تملى خانة الجامعة تمام لو انت هتقدم على درجة البكالوريوس يبقى انت هتملى بس الحد الجزئية دي اللي هي خاصة بالمدرسة السنوية أو الهاي سكول تمام كده هنا بيقولك عن الوظيفة الحالية هل انت بتشتغل أو طالب تكتب البيانات دي ايه التخصص اللي انت عايز تقدم عليه وهنا الجامعة اللي انت عايز تقدم عليها لازم تحط اسم الجامعة المستقبلية اللي انت عايز تقدم عليها ولازم تختارها في برلين او بوست دام فقط تمام كده طيب اه هنا دي بتتكلم عن المهارات يعني لو عندك عندك خبرة في العمل بتكتبها ما عندكش بتسيب الجزائي دي فاضية تمام اه دي بالنسبة لخبرات العمل بيسألك هنا بعض الاسئلة ازاي انت اكتشفت المنحة دي ازاي المنحة دي هتساعدك هنا دي اسئلة مقالية لازم انت تهتم برضو بكتابتها بشكل جيد تمام لازم كل اسئلة من هذه الاسئلة تهتم بكتابتها بشكل جيد وفي الاخر بتحط التاريخ والدولة اللي انت مقيم فيها عنوانك اه ايضا وبتكتب او بتمضي على الخطاب تمام كده طيب في جزائية حابب اوضحها هنا جماعة لو لاحظتوا في اخر ورقة بيقول لك بالنسبة المطلوبة اللي هي الخطاب النية واخر مؤهل دراسي وهنا بيقول لك عشان انا متأكد حدا يطلع لي في الكومنتيات هيقول لي طيب اه مطلوب اوراق اضافية زي لازم تجيب اه اه خطاب قبول من الجامعة ايوة جماعة لازم تجيب خطاب قبول من الجامعة بس اذا كان متاح حاليا معاك اذا ما كانش متاح ممكن تستنى بعد لما تتقبل في المنحة وبعد كده تقدم في الجامعة وتاخد منها خطاب القبول تمام فدي مكتوبة كده لازم نركز فيها اف افاليبول تمام كده طيب ده بالنسبة للحاجات اه اللي تم ذكرها وبيقول لك انك لازم ترسل كل هذه الاوراق الى هذا الايميل زي ما ذكرنا هنا الايميل ده يتم ارسالي كل الاوراق وكده تم التقديم للمنحة بنجاح ما تنسوش يا جماعة المنحة دي ممتازة جدا فيها كل التخصصات بتوفر راتب شاري وسكن وتزاكر طيران وكمان مش محتاج شارة لغة لانها بتوفر كورس لغة المانية والانجليزية طبعا اه نقصة كورس لغة المانية والانجليزية على حسب التخصص اللي انت عايز تدرسه يعني لو عايز تدرس بالانجليزي فتقدر انك تاخد كورس تحضيري لغة انجليزية لو عايز تدرس بالالماني يبقى ممكن تاخد كورس لغة تحضيري المان تمام كده فده على حسبك انت فلو حابين تقدمولها يا ريت لان اخر موعد التقديم هو 31 ديسمبر 2020 وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولا بوليكم في هذه المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته